السلام عليكم ازايكم عملت اكتر من فيديو وقلت لحضرتك فيه ان اسرائيل وعادة مصر خلاص انها مش هتحرك داخل رفح فلسطينية ولا داخل محور فلادلفيا وجي رئيس المخابرات الاسرائيلية هنا وقعدوا مع الوقع بس كانوا شرحونوا كل حاجة قالوا خلاص مش هنتحرك عسكرية الا ان النهاردة في كلام جير الكلام احنا النهاردة مش توقعت النهاردة تحركات عسكرية قرب رفح وقصف رفح نفسها قصف رفح كلام حقوله حضرتك ممكن هتسمعه الاول مرة لانه كلام خطير جدا بس انا هجيبولك بالصور والفيديوهات هل تم البدد في عملية عسكرية عند رفح الفلسطينية لتحجير الفلسطينيين داخل سيناء ولا لأ الحلقة دي مهمة جدا وفيها تفاصيل حالك لازم تعرفها وتشوفها كويس جدا لانها تفاصيل في المنتهى الفطورة بس عشان اقولك عليها واكشفها لك كلها لازم اقولك القصة بالأول قال وزير الدكاء الاسرائيلي ان الجيش سيواصلوا وعمليته في غزة مضيفا ان قواته ستصل الى الاماكن التي لم تقاتل فيها بعد واضف ان الجيش يركز جهوده على مدينة خانيونس قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو اندروهيلث لو عندك منشأة طبية وبتواجه مشاكل في المعيد او تنظيم ملفات طبية وعاوز تنقل كل ده انلاين زال الاستشارات والخدمات وملفات طبية مفيش قدامك جير نظام واحد اسمه اندروهيلث على فكرة اندروهيلث ده نظام كلاود او نظام سحابي متكامل لادارة وتشكيل الملاكس الطبية ومستشفيات بشكل الكتروني ومتطور جدا بحيث يتم اتمام جميع العمليات الطبية من تسجيل المريض وحتى خروجه مرورا بقى بالتسجيل الموعيد والزيارات والعمليات والعلامات الحيوية والملف الطب الالكتروني والوصفات الطبية وطلبات المعامل او المختبر والاشعات وفاتير بوس كل حاجة اندروهيلث بيوفر تطبيق متخصص في الطب الاتصالي لتقديم الاستشارات والخدمات الطبية بشكل محترف جدا زي مثلا انت بوك التسجيل اطباء عن بعض من خلال تطبيق ده غير شبكة كبيرة من المراكز الطبية المعتمدة نزل التطبيق دلوقتي من اللينك الموجود اسفل الفيديو وحتشوف نظام متكامل كبير جدا للمشاءات الطبية نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد المعنى النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوا فيما يخص رفح وبدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية الحقيقة انا كزا فيديو بالمصادر وبالفيديوهات يعني انا ما قلتش حاجة من دماغي او حاجة توقعتها انا قلت حاجة بالمصادر والفيديوهات رئيس جهاز التشانبات جي قاعد مع الوقت بس كامل ودي كان موقع اكسيس هو اللي منزلها وقاعد يتكلم معاه وقال له ما تقلقش خالص احنا مش هنعمل عملية عسكرية عند رفح والعلاقات مع مصر هي علاقات مهمة وبالنسق معاك والكلام ده كله فما تتوقعش ان في عملية عسكرية ماشي مش بس كد طلعت صحيف اسرائيلية وكشفت لك ان رئيس التشانبات اللي هو رونن بار ما كانش قاعد لوحده مع الوقت باس كامل لا ده كان معاه كمان رئيس جهاز امان والاتنين قاعد يتكلمه مع الوقت باس كامل ويطمنوه خالص ماشي طبعا هناك جهود ربما للتخفيف حدة هذه الخلافات من الجانب الاسرائيلي على وقع هذه الزيارة بالتأكيد ربما البحث عن صيغة يعني ترضي القاهرة لاحكام السيطرة الامنية على محور فلادلفيا من دون الوقوع في خلافات جديدة الا ان مبارح طلع وزير الدفاع الاسرائيلي في مؤتمر صحفي وقالك على فكرة احنا لازم نبتدي عملية عسكرية في رفح الفلسطينيين هو قال كده قال مش هينفع نسيب رفح الفلسطينية ولازم نتحرك فيها عسكرية المناورة البرية هي السبيل لهزيمة حماس اننا نواصل هذا التحرك وسنصل ايضا الى الاماكن التي لم نقاتل فيها بعد في وسط قطاع غزة وفي الجنوب وخاصة مركز الثقل الاخير المتبقي في ايدي حماس رفح الجريب في الموضوع ده ايه اولا ده مؤتمر صحفي يعني الرجل مش بيصرح زي مرة اللي فاتت هو وقف مع جنوده لا يقوف جللت كانت طالع في المؤتمر صحفي ما يعني ان هو جاد جدا في كلامه وان هو حيعمل كده فعلا خلاص الاغرب في الموضوع هي ان صحيفة اسرائيل هايوم بعد مؤتمر الصحفي ده نزلت مقالة على طول وبتقول ايه وفقا للكاتب بيقول ان مصر هددت بالفعل ان اي تحرك اسكري داخل رفح الفلسطينيين ما ينجم عنه بدء نزوح الفلسطينيين لسينة لاني خلي بالك رفح الفلسطينية يا شايلة تقريبا كمس اضعاف القدرة بتاعتها يعني رفح الفلسطينية دي اخرها اخرها مدينة تشيل 300 الف او 350 الف فيها مليون ونص او مليون ومتين الف فلسطين مش فالناس دي لو حصلت عمليها عسكرية حيروحوا لسينة ما همالهمش طريق تاني حتى نيويورك تامز نفسها بتقولك الفلسطين مش عارفين يروحوا فيه ونيويورك تامز نفسها الصحيفة بتقولك همش عارفين هم فعلا يروحوا فيه فقيت لك الحل الوحيد الناس دي الملجأ الوحيد بتاعهم هي سينة ماشي فلو اسرائيل تحركت داخل رفح الفلسطينية الناس دي كلها هتروح لسينة ماشي فمصر قالت وفقا صحيفة اسرائيل هيوم قالت والله لو فلسطيني واحد دخل اراضي بتاعت سينة نتيجة العمليات العسكرية بتاعت اسرائيل دي اعتبر ان تفايد كام ديفيد دي مش موجود والاول مرة مصر بتتكلم اه يعني تهديد جدي يعني لو قا تفتكر ان مصر هتسكن لو قا تفتكر ان مصر هترائب وتشوف الفلسطينيين وهم بيقتحموا سينة او حتى تشوف الاسرائيلين داخلين اه مدينة رفح وحتفضل واقفة سكتة ابدا لازم تعرف ان التفايد السلام ودي حاجة مهمة جدا في الامن القوم السهيوني لو قا تفتكر التفايد السلام مع مصر دي حاجة عادية بحاجة كنز بالنسبة اسرائيل اتفايد السلام مع مصر دي يا جماعة مصر هو الجيش المنظم الوحيد اللي واقف على حدود اسرائيل والان اقوى في الشرق الاوسط فتح دي دات مصر المراتي واضحة جدا حانقط على اتفايد كام ديفيد او مفيش اتفايد كام ديفيد لو فلسطيني واحد دخل اه سينة اسرائيل لم تشهد حدوءا في المنطقة نسبيا مع الدول على الاقل ليس مع المجموعات وفصائل المقاومة الا بعد معاهدة السلام مع مصر اذا كان هناك وبتالي من مصلحتها المحافظة على هذه المعاهدة المصلحة الكاملة اذا كان هناك من اشياء اكثر مصلحة لاسرائيل من ان يعني لا تعود حالة التوتر ولا اريد ان اقول الفاظ اعلى من هذا مع مصر اذا كان لديها بدائل تعوضة عن هذا فيعني تأخذ خرارها اللي جريب في الموضوع ان اسرائيل مهتمة جدا بدخول رفح يعني هتخش رفح ليه رحية ده برضو اللي كشفته صحيفة اسرائيل هايوم في نقص المقالة اللي الكاتب فيها بيتكلم على اتفاية السلام مع مصر والمصر هتقطعها او هتنسحب منها الكاتب انا بيقول ان اسرائيل يجب انها تتحرك عسكريا داخل رفح الفلسطينية نتيجة لوجود لواء اسمه لواء رفح داخل القسام او داخل حماس لواء رفح ده مكون من اربع كتايل ماشي اللواء ده من بداية الحرب ما تمش الاشتباك معاه وما دخلش الحرب ما يوضح ان اللواء ده بيحرص هدف معين او بتقول ليه مهام دفاعية عشان كده ما دخلش في الاشتباك مع جيش الاسرائيل من اول الحرب فاسرائيل حط عنيها على لواء رفح ده بتقولك اللواء ده اكيد موجود عشان يحرص الصنوار او يحرص الرهائم وان الرهائم موجودين فرانس الصنوار لا يدير الحملة العسكرية ولا يقود القوات فهو منشغل ببقائه على قيد الحياة لقد تحول من قيادي الى الهابي فار ومطارد ينتقل من مخبأ الى اخر وهو غير قادر على التواصل مع محيطه وقواتنا تواصل ملاحقته وكده او كده حتى لو اللواء ده ما بيحرص حاجة او ما بيحرص اي حاجة احنا عوزين نقضي على اللواء ده مش حينفع ان احنا نسحب من غزة ونسيب مدينة ما دخلناهاش ونسيب اللواء مكوة من اربع كتايب ما اشتبكناش معاه ولا اضعفناه يجب ان احنا نخش ونضعفه كلام ده بييجي مع مقالة نازلة في جريد التايم في اسرائيل جريد التايم في اسرائيل بتقولك والله وفقا لمسؤولين صهينة وعلى رأسهم يقوف جالانت اللي هو وزير الدفاع الاسرائيلي بيقوله ان الحد دلوقتي حماس ما رضيتش على عرض السلام اللي عملته امريكا امريكا بعتت رئيس المخابرات الامريكية وليام بيرنز قعد في باريس وقعب مع اللي هو قعد بس كامل وقعب مع رئيس المخابرات القطرية وقعب مع رئيس المخابرات الاسرائيلية واللا اربعة نقش وخطة سلام مهمة جدا على تلعب مراحل او مرحلة تستمر ستة وتلاتين يوم يتم الافراج فيها عن ستة وتلاتين رهينة من النساء والاطفال والمصابين ماشي تاني مرحلة دي هتبقى مرحلة الافراج عن المجندات وتالي مرحلة هي الافراج عن المجندين خلاص مقابل الحرب ايه توقف لمدة ستة وتلاتين يوم او اقف وافادت مصادر امريكية بحصول تقدم نحو اتفاق لاطلاق سراح الرهائن وايقاف مؤقت للحرب بين اسرائيل وحماس فيما قال مرسلنا ان الجانب الاسرائيلي يقلل من فرص التوصلي الاتفاق حماس لحد دلوقتي مردتش على الصفقة دي في حين ان اسماعيل هنية موجود يعني اسماعيل هنية حقيقي ان يرزق وبقع في تكلم موجود لحد دلوقتي مردش على الصفقة يقوف جلان بيقولك بيقولك اصلا حماس مش هترد على الصفقة اصلا ليه قالك والله لسبب بسيط ان يحس النوار بيهرب ومعندوش وقت ان هو يرد او ما يردش وان يحس النوار مش عارف حتى يقود حماس ولا عارف حتى ان هو يقود اي فرع اسكري في غزة لحد دلوقتي لان الراجل ده مطارد واحنا عاملين نطارده وكل شوية عمال يتنقل من بيت لبيت فمعندوش وقت ان هو يرد على اي استفسارات او عروض سلام لان الراجل ده بيهرب هو مسميها كده يعني عمال يجري من الجيش الاسرائيلي الصحف العالمية كلها بتقول عكس كلام يقوف جلانت صحف العالمية كلها بتقول ان اسماعيل هنية مش راضي على الضمانات اللي تقدمت مع ظفقة السلام دي كده او كده يقوف جلانت اصبح هو متحدث الرسمي باسم اسرائيل نتنياهو اتركن الناس كلها اتركنت ويقوف جلانت هو لطلع يهدد مصر سنواصل عملياتنا من اجل الوصول لاماكنا لم تصلها قواتنا بعد في وسط قطاع غزة وجنوبها وسنستهدف رفح المنطقة التي تعتبر معقل حركة حماس سيأتيها الدور لا محالة ومقاتلوا الحركة هناك سيكون مسيرهم مثل باقي المقاتلين في خان يونس وغيرها اما الاستسلام او الموت كالباد هو تهديد مبطن لمصر قاعد تفتكر ان اسرائيل من تحرك داخل رفح هي تهدف فلسطين فقط انت بتعمل في عملية خطيرة جدا كأنها عملية جراحية صهاينا بيلولك ايه يولك ما تلعش احنا قبل ما نخش رفح هنطلع الفلسطينيين نرجعهم تاني خان يونس مش هنرجعهم شمال آآ جزة لا هنرجعهم تاني خان يونس ثلاث مليون ونص دول اللي انت على الام منهم ان هما يخشوا سينة مش هيدخولوا سين احنا هنرجعهم خان يونس بعد ما نخلص عمليات خان يونس ونبتني نشترك اسرائيل تصرح على لسان وزير الجيش الاسرائيلي وكذلك نتنياهو باستمرار العملية العسكرية والذهاب بعيدا الى رفح او مدينة رفح الامر الذي يهدد بمجازر كبيرة للمواطنين الفلسطينيين الذي يقتم فيها اليوم حوالي مليون ثلاثمائة الف فلسطيني وهي في الاصل لا تتجاوز ثلاثمائة الف فلسطيني واغلب السكان اليوم في هذه المنطقة يعيشون في الخيام وبالتالي اي دخول للدبابات الاسرائيلية او للقذائف او اطلاق قذائف من اه من هذه الدبابات سيقتل عددا كبيرا المواطنين الفلسطينيين الذين يقتنونها داخل هذه الخيام هل اسرائيل ابتدت عملية عسكرية بالفعل داخل رفح ابتدت وحوري حضرتك الصور والفيديوهات اول صورة ان ابتدى يحصل قصف بالطيران والمدفعية قريب من رفح ودي اول صورة تطلع لاثار القصف المدفعي اللي تم اه قرب رفح الفلسطينية ده اول صورة طب تاني حاجة ايه تاني حاجة فيديو لزوارك عسكرية اسرائيلية بيقصفوا اه شواطئ رفح الفلسطينية كأن كده هيبتدوا يضربوا حصار عن مدينة دي خلي بارك هم ابتدوا يشتغلوا عسكريا قرب رفح قبل اصلا ما يمشق فلسطينيين قبل ما يمشق فلسطينيين فده مضوع خطير جدا يا جماعة اسرائيل تد بالفعل عملية عسكرية والواضح جدا ان اسرائيل غامضة في تصرفاتها او نواياها يعني اسرائيل مش واضحة بتقول له مصر كلام بتقول له امريكا كلام وبتفديد لها عملية عسكرية العملية العسكرية دي اللي تمت قرب رفح الفلسطينية او بدء الزحف الرفح الفلسطينية وانت عندك وزير الخارجية الامريكي موجود عندك يعني وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن موصل مصر النهاردة وعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكلامه في التفاية السلام واسرائيل شغالة ضرب وقرب رفح ايه الكلام الغريب ده استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة فالناس دي خوانة خوانة رسمية حاجة تانية النهاردة في حاجة مش فاهمينها قوي تحس كده في بداية الحرب كانت تصريحات الوزراء الصهاينة كانت ملمومة شوية نصلا تحس كده انتونيهو اطلق العنان لبن جفير وسموتريتش اللي هو وزير المالية ده نم يطلقوا تصريحات قوية جدا تأثر على دول الجواء يعني بن جفير وسموتريتش كل شوية يقول لك هجروا فلسطينيين ده خلسينا النهاردة بن جفير ابنه ابنه شتم بايدن ابن بن جفير نزل تغريدة قال فيها يا كلادي قالك من المهم زيابة الوعي اتجاه مرض الزهايمر يصيب الدماغ وهو السبب الاكثر شيوعا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشايكوخة وهو مرض خطير يضعف من اداء الشخص وقدرته طيب لما ابن بن جفير يطلع يقول التغريدة دي اكيد ممكن تكون غامضة شوية هو قصده ايه قصده مثلا اثني ايه هو قصده حد من المعارضة قصده مين فالراجل عشان ما يسايفش دي ومود يعني هو قم بنزل تغريدة بعديها وقال سيدي الرئيس انا اسف طيب حط صورة مين حط صورة جو بايدن فكده ابن بن جفير بيهين جو بايدن بعد ما قبوه مبارح هان جو بايدن والاتنين بيتهموا جو بايدن ان هو بيساعد حماس ما بيساعدش اسرائيل ليه؟ لان خلي بالك جو بايدن كان هدد بفيتو لان الكونغرس في امريكا اقرر مساعدات لاسرائيل بسبعتاشر مليار دولار او عاوز يقدم مشروع قانون بسبعتاشر مليار دولار مساعدات لاسرائيل جو بايدن مش عاوز كده لان المساعدات دي ما فيهاش اتفاقية لاوكرانيا او ما فيهاش مساعدات لاوكرانيا هلاص فجو بايدن قالك انا ممكن يستخدم في فيديو تجاه مشروع القانون ده هل يبقى لك الجمهورين اصلا بيهرجوا هو جمهورين عاملية يلبسوا بايدن مع الصهاينة اكتر يعني نشي كده او كده يعني دلوقتي ابن جفير وابنه عاملية يشتموا شو بايدن ابن جفير اللي هو وزير الامن القومي الصهيوني وسموتريتش وزير المالية عاملين يهددوا بإدخال فلسطين لسينة كأن نتانياهو مش موجود في الصورة نتانياهو طرق العنان لوزراءه ان هم يتكلموا عن نواياه خاص وسايب وزراءه يشتموا في مصر وامريكا زي ما ام عاوزين اخطر من كده ان فيه خبر النهاردة في منطقة خطورة رئيس الارجنتين رئيس الارجنتيني الجديد هو رجل متخلف عقليا وبيسموه ترامب الجديد او ترامب النسخة الارجنتينية الرجل ده في النيو يير او في راس السنة طلع مع مقنية وقاعد يبوسها على المصرح وده مش رئيس ابدا ده رجل متخلف عقليا بس هو مؤيد جدا لإسرائيل هو اصوله يهدية بمناسبة الرئيس ده وصل الاسرائيل النهاردة واول ما وصل يعني الراجل اصلا متعشاش مثلا ما شربش بكوباية ماية يبلغ عليه واول ما قاعد على الاراضي الاسرائيلية قال لك انا بنقل السفارة الارجنتينية لقدس يعني ما معناها يعني فيش حاجة اسمها فلسطين هو السفارة الاسرائيلية في القدس وبيدعم اسرائيل للنهاية هتشوف الراجل ده الارجنتين كلهم متفقلين بيه وبيقول لك ده اللي حينقزنا هو ظاهر كده بيودي الارجنتين في ستين ده الارجنتين على حفة الافلاس يعني ما كانتشاف الافلاسة يعني تشوف الدنيا تمشي زي مظاهر الازمة الاقتصادية في الارجنتين لا تخطئها العين بطالة مرتفعة كساد تجاري ومشردون في الشوارع يبحثون عن خبزهم اليومي منذ ثلاثينيات القرن الماضي والارجنتين تدخل في ازمة تلو الأخرى مع عجز الحكومات المتعاقبة عن ايجاد حلول جذرية لتدهور الاقتصاد كده او كده اللي يهمني في الموضوع ده كله ان موضوع رفح الصهاينة حطوا عنهم عليه الصهاينة حاسين ان اللي بقى لهم كتير قوي بيدوروا عليه من بداية الحرب حيلاقوا فرابة وشايفين ان المخطرة بكام ديفيد تستحق مقابل العثور على يحي السنوار ومخطرة في دخول مواجهة مع الجيش المصري برضه تستحق مقابل العثور على يحي السنوار والأسر بالآخر يا رب اكونش واحدة حضرارك الموضوع بشكل مبسط ويا رب ننسو المصر رب ننسو العرب ويا رب ننسو الفلسطين يا رب تحيا مصر صلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا